تتوالى التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن ووصولها لمستوى غير مسبوق عالميا غير أن تلك التحذيرات لا تتجاوز وسائل الإعلام ولا يستمع إليها من تسبب بانهيار الدولة أرقام الضحايا في ارتفاع متزايد بينما تتدنى قيمة الأفراد بسبب ارتفاع وطيرة العنف وانتشار الأمراض والأوبئة مصحوبة بحالة فقر وجوع لم تسجل في مناطق الصراع الأخرى في العالم إذا أتفاقم الأوضاع أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أليكسندر فيت أن الصراع في اليمن اتخذ منحا خطيرا بشكل فاق كل التوقعات ما جعل التوصل إلى حل سياسي أمرا صعب المنال المسؤول الدولي قال إن التوصل إلى هدنة بين جميع الأطراف هو وحده ما يمكن أن يؤدي إلى توقف معاناة اليمنيين الذين ترتفع في أوساطهم أعداد القتلى يوما بعد آخر الأرقام المفزعة التي يتم إرسالها من اليمن تقول إن الوضع كارثي حيث فر نحو مليوني شخص من البلاد فيما يرزح ثمانون في المئة من الشعب تحت رحمة المساعدات الدولية الأمم المتحدة وعبر منظماتها المختلفة أصدرت أكثر من بيان حاله حول ما وصل إليه الوضع الإنساني في اليمن وذكرت أحدث بياناتها أن ثمانية ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية لم تعود الأرقام تمثل هاجسا مقلقا إلا في بيانات المنظمات فيما تتجاهل الدول الكبرى المشرفة على التسوية السياسية في اليمن تلك المؤشرات وتفضل البحث عن حلول تتناسب وقياس مصالحها وتحالفاتها في المنطقة بعيدا عن الحسابات الإنسانية والأخلاقية لا يمكن القفز إلى تسوية سياسية مباشرة من وسط هذا الدمار وهذا ما لا يدركه المبعوث الأممي والأطراف التي تدعو لعودة المسار السياسي قبل توقف الحرب التي باتت أحد أبواب التكسب والإثراء للعديد من أمراء الحرب الذين باتوا يمثلون تحديا إضافيا في وجه السلام